اهلا ورحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة سأتحدث عن ثلاث اعلانات صدرت خلال هذه الفترة من جهات حاكمة للعراق او جزء من حكم العراق الاعلان الاول صدر عن وزارة العمل يقول هذا الاعلان انه وضعنا خطة لمكافحة ظاهرة التسول المنظم وملاحقة من يقف خلفها الله اكبر طيب ما هي هذه الخطة؟ من ينفذها؟ ما هي امكانيات تنفيذها؟ شوني المعالجات؟ لا احد يتحدث يتحدثون عن شرطة تعاونهم يسموها شرطة مجتمعية ترقي القبض والذب بيوت الايواء او بيوت المشردين هموه شقد عدد بيوت المشردين وبيوت الايواء في العراق؟ يقولوننا هي بيوت الايتام في العراق لا تتجاوز يعني 10-15 بيت يتيم وعدنا ملايين الايتام اللي في الشوارع فقط من الاطفال الاطفال فقط من الشوارع المشردين اطفال الشوارع في العراق الان يزيد عن مليون ونص إلى مليونين طفل اما العصابات اللي اخذت هذه الجسمة ونظمتها ورتبتها وتسولهم في كل مكان فهذا يحدث ولا حرج ذول ملايين كيف استعالجهم؟ وهذا الشارع بمخدرات وبجريمة وبمشيات وبمصائب الله اعلم شنو يعني لها اول ليس لها اخر ما هي المكانيات؟ شنو البيئة اللي موجودة عندكم حتى تعالجون وضعنا خطة لمكافحة ظاهرة التسول هذي منتحدث بيها دولة ادها مؤسسات وعدها بناتحتية وعدها بيوت لليواء وعدها دكاترا نرسانيين وعدها دكاترا اجتماعيين ومتخصصين وناس تعالج وناس ترعى ومدارس خاصة شنو اللي يعدكم؟ وذولش دفع هم ان يكونوا انهيتي لولا الظروف الاقتصادية وظروف الاجتماعية المنهارة وظروف السياسية اللي هي اساس كل هذا الانهيار موجودة في البلد لا يمكن القبول بمثل هذا الاعلان هذا الاعلان ضحك على الناس وضحك على انفسكم قبل شيء مو ضحك على الناس الناس ما تضحكون عليهم لكن تضحكون على انفسكم تريدون نقولون لانتوذي تشتغلون وهي الحكومة يعني حمد شيعة السوداني اعلانات وظاهرة صوتية ويجب ان نصدقه ونعرف انه حقيقة ولزمتوهم الذولة طيب وش قد وتدوهم وين رح تدوهم ذولة ملايين وين رح تدوهم ذبيتوهم بالسجون والمعتقلات وماشي يعدكم بيوت مشردين تقدرون توكلوهم الشربوهم الشغلوهم هي البطالة نسبتها بالعراق عالية جدا ملايين العاطلين على العمل رح تلقون شغل ذولة الاطفال مدارس ما موجودة رح تلقونهم مدارس تعيدهم المدارس الطباء ما عدكم انتو شنين المستشفيات النفسية تقول المخدرات ما عدكم مستشفيات تعالج المخدرات اللي مدهت العراق فهذا الكلام مردود لا يمكن هذا واحد من الاعلانات التي تدلل على عمق الاستهانة بالمواطن العراقي بالمجتمع العراقي بالوطن العراقي الاعلان الثاني جاء على لسان زعيم ميليشيا بدر هذه العامري هذا الرجل يعني يسكت يسكت به ويتكلم كفرا جرأ الحديث خلال هذه الفترة عن قانون عفو عام ما عرف شنو هذه الكذبة الكبيرة فطلع هو حتى ينهي الموضوع قال التسامح لا يعني العفو عن المجرمين ومن تورطوا بالدم من تورطوا بالدم سيحاسبون عبر القانون هذا صحيح جدا اذا كان هذا الموضوع هو الاساس ان كل من تورط بالدم كل من خان وكل مخشاوة دمي وكل مجرم يحاسب بالقانون انت اول انت خدت العراق انت كنت تقاتل ضد العراقيين انت اقتلت عراقيين انت كنت تقاتل مع دولة اخرى ضد العراقيين ضد جيش العراق وجيش العراق هذا بي كان شيعة وسنة وكراد وعرب واسلام ومسيحيين وتركمان ويزيديين وصابئة وكل شيء وانت كنت تضرب رصاص عليهم وتقتلوا ما تدريش قتلت اذا كنت عراقي ذول اهلك انت الكتلتهم انت مجرم لولا ان نرجع الى الاساس في كل ذلك ان تعارض نظام شكل وان تعارض وتقف ضد دولة شكل ضد وطنك شكل اخر انت وقفت ضد وطنكم انتم وقفت ضد وطنكم مو ضد نظام انتم قاتلت وطنكم وطنكم دخل في معركة مع بلد اخر انتم معارضين تقفوا على الخيار على الاقل تركم واتكم الى قبل انتم مقابلين بهذه الحرب لكن انتقفوا مع ذول وقتلونا هلكم وبعدين تجون تحكمون العراق وتحدثت لي عن التورط والعفو وعن المجرمين من المجرم ثلاث تربع اللي بالسجون لم تثبت عليهم ادانة ارهابين وارهابين اللي زمتوهم وذبيتوهم ماكوا ادلة ماكوا محاكمة ماكوا مصيبة قشرة مقاومين قسم منهم قاموا من امريكا ذبيتهم بالسجون واثبرتهم ارهابين الان ثمانتالاف واحد محكومين بالعدام في بلد هذا شين البلد بس ورانا ناجيريا بس عدى ثلاث تالاف واحد متشقيد عشرين الف واحد بالسجون ثمانتالاف واحد محكومين بالعدام بأكارف تحكمون بالعدام هذه مصيبة مصيبة يعني تحدث لي عن المجرمين و ويحاكمهم القانون يحاسبهم القانون صحيح اللي تورطه بالدم المجرمين يحاسبهم القانون نعم لكن من هم هؤلاء وما هو القانون هذا ومن هي السلطة القضاية التي تحاكمهم وكيف تحاكمهم بأعدالة تحاكمهم في ظل أي ظروف إذا كنت أنت حاكم كيف يمكن أن نحاكمك وانت وقف ضد بلدك لا تقول لي يعني معارض معارض لنظام معارض لسلطة لست معارضا لبلد يفترض عندما صير المواجهة مع البلد لا تقف مع بلد آخر هذا وهذا واقع الحال الخيانة شون صير الخيانة هيها الخيانة فهذا الإعلان الثاني الحقيقة اللي يعني الإعلان الآخر جاء على لسان أحد رموز حزب الدعوة والمطبلين له المطبلين له هذا ما يسمى إطار التنسيقي الحاكم يقول حزب الدعوة جاء منهكة من المعارضة وعليكم يعني يوجه الحديث للشعب وعليكم يا الشعب العراقي أن تتحملونا ونتحملكم لا أحول لا قوة لا بالله بالبغداد يقولون أنتم من يدازلكم خطة المصخم يعني هو منه قال لكم أن العراقيين محتاجيكم أنتم حزب الدعوة حتى تتجون منهكين يعني العراق وليش يعني شعب العراق يجب أن يتحملكم أنتم جاين تحكمون واليحكم هو خادم للشعب يقدم للشعب ما يحتاجه ووفر للشعب أجمل صورة يغير الواقع ما أنتم جاءتوا ضد واقع قلتوا الواقع هذا سيء وموزين وأكو نظام سيء وماشي طيب مؤفقيكم ما الذي قلتوا خلال 20 سنة والآن يطالبون الشعب أنتم تحملكم والله لأنتم متعبين جاءتم متعبين ما متعبين ما هذا الكلام سبحان الله هذا كلام كلام دكاكي هذا ليس كلام بناس عقلين تحدثوني يا شعب لا يمكن لي هذا الشعب أن يقبل بهذا الكلام أنتم بعد 20 سنة تحدثوني يا شعب بهذا الكلام لماذا على العراق أن يتحملكم يا لوش لوش العراقيين يتحملوكم ذو الشعب الطيب الراقي اللي يفتهم العلم الإنسانية كل شيء يعلمهم الكتاب وعلمهم الصناعة وسوالهم مدن التاريخة هذا هذا الشعب أجمل شعوب الدنيا هذا المليان طيبة ومليان رؤية ومليان حضارة ومليان كرم ومليان ليش يتحملكم 20 سنة من الخراب والفساد والقتل والفشل والانهيار والانهيار والتبعية والتنظير على العراقيين والتشضي وطالبون شعب العراقي الآن بالتحمل فساد وخراب ومكت الدنيا وتعالوا اتحملوا ليش يتحملوكم ما الذي يجعل أهل العراق يعني يعني لازم يتحملوكم لو الكلام هذا هذا إعلان واحد من الإعلانات التي تدلل على عق عمق الكارثة التي يعيشها العراق وأهل العراق هؤلاء الذين يحكمون العراق بهذه الإعلانات هذه جزء من نماذج ثلاث نماذج من إعلانات خلال هذا الأسبوع كان علينا قدمها لكم وأنتم من تحكمون أترككم بخير أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة